في الاطلاع على سير الامتحان التحريري للمصابقة التي تقيمها وزارة التربية قام الدكتور هزوان الوز وزير التربية والرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب التربية والطلائع القطري بجولة على عدد من المراكز الامتحانية حيث التقيا خلال جولتهما بعض المتقدمين واستمعا إلى ملاحظاتهم حول أسئلة الامتحان ما شاهدناه اليوم من إجراءات قد اتخذته وزارة التربية من أجل تسهيل العملية الاختبار للمتقدمين والإجراءات الإدارية والعلمية التي وضعت أمام المتقدمين وما شاهدته اليوم الأجمل والأكثر سرعة في حل بعض الأمور التي طرأت لبعض المتقدمين نتيجة الواقع الموجود في القطر حيث أن هناك بعض المتقدمين كان يجب عليهم التقدم في محافظات أخرى رفيقنا وزير التربية سهل هذه العملية وقام بإجراء الاتصالات اللازمة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ناء الحرب على سوريا كان هناك انزياح ديمغرافي يعني شيئنا أم أبينا من المناطق غير الآمنة إلى المناطق الآمنة وكان هناك كثافة كبيرة أيضا في عدد المدرسين في بعض المحافظات ولنعترف أنه هناك كان فائد فكيف أولا عن مسابقة وهناك فائد في بعض المحافظات أعتقد بأنه في الوقت المناسب أعلننا عن هذه المسابقة خاصة وأنه يجب أن نعلم عدد المتقدمين الآن يتجاوز الـ 50 ألف بينهم 1,124 من ذوي الشهداء وهذه فرصة كبيرة خاصة بعد مكرومة السيد الرئيس بالمرسوم رقم 22 الذي أعطى لي إخوة الشهيد عدد الشواغر التي سيتم ملؤها هو 8,618 شاغر أسئلة مؤتمنة وموحدة وزعت على كل المحافظات ووضعت من قبل لجان علمية وتربوية ومتخصصة تتمثل فيها المعايير المطلوبة من الناحية العلمية والتربوية وشارك بالمسابقة 50 ألف متقدم و767 ينجح منهم أن يحصل على مجموع درجات لا يقل عن 50 درجة من أصل المجموع العام 100 درجة لينتقل فيما بعد الناجحون إلى المرحلة الثانية في المقابلات الشفوية موسيقى